اهلا وسهلا بحضراتكم طلاب الفرق الدراسية المختلفة في كلية الطب البشر جامعة الزازي طبعا بتمنى لحضراتكم كل التوفيق اثناء دراساتكم في العام الحالي والاعوامل جاية ان شاء الله مع حضراتكم دكتور محمود الليسي مدير وحدة التعلم الالكتروني في كلية الطب البشر جامعة الزازي النهاردة هستكشف مع حضراتكم ازاي حضرتك تقدر تدخل على الايميل الرسمي الخاص بحضرتك مهم جدا حضرتك تدخل على الايميل الرسمي على الاقل مرتين اه يوميا علشان حضرتك تعرف ايه هي الايميلز اللي جاي لحضرتك من ادارة الكلية وبرضو علشان تحصل على الكتاب الالكتروني حضرتك هتكتب على الريسيرش بار في اه اه على جوجل كلية الطب البشر جامعة الزازي هيطلع لحضرتك موقع الكلية بتاعتنا تحت كلمة الدكتور عبد السلام عيد عميد الكلية في البريد الالكتروني الجامعي هيطلب من حضرتك تدخل الايميل بتاعك اللي هو والباسورد حضرتك هتدخل الايميل بتاعك وبعد كده هتدخل الباسورد كده هيفتح لحضرتك الاكاونت بتاعك على مايكروسوفت الاكاونت بتاعك على مايكروسوفت زي ما حضرتكم شايفين على ايد حضرتكم الشمال في جميع الابليكيشنز بتاعت مايكروسوفت في المايكروسوفت وورد اكسل باوربوينت اوتلوك اوتلوك هو ده الايميل بتاع حضرتك ولو نزلنا تحت شوية هتلاقي مايكروسوفت تيمز اللي حضرتك بتدخل عليه علشان تدخل الفصول الافتراضية للتواصل مع زميلك ومع العضاء هي التدريس ده الاوتلوك ده الايميل بتاع حضرتك قبل ما ندخل على الاوتلوك انا محتاج انبه على نقطة مهمة جدا ممنوع 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 ان حضرتك تدي الباسورد بتاعت حضرتك لاي حد تاني البيانات دي خاصة وسرية تم اما اذا حضرتك اديت الباسورد بتاعت حضرتك لحد تاني هيقدر يدخل على الحساب بتاعك وممكن يرفع عليه ماتيريالز او يحصل منه مشكلة وحضرتك اللي تتحمل تابعات النقطة دي حدي حضرتكم مثال السنة اللي فاتت الفرقة التانية اا كان في طالبة اا قدت الباسورد بتاعتها لطالبة اخرى الطالبة الاخرى دي رفعت المادة العلمية كان مطلوب منهم يرفعوا تاسك يرفعوا فيديو في احد الموديولز كاسيسمنت للامتحان احنا بنعمل اسيسمنت للفيديو ده الطالبة التانية اللي معها الباسورد بتاعت الطالبة الاولانية رفعت المادة العلمية بتاعتها ورفع المادة العلمية كان وانز وبالتالي الطالبة الاولانية جات ترفع المادة الخاصة بتاعتها معرفتش وبالتالي خادت زيرو وسقطت في الموديول ده فبأكد على حضرتكم ضروري جدا 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 تحافظ على سرية الباسورد بتاعت حضرتك ومن فضلك ما تدهيش لحد حضرتك تقدر تدخل على الإيميل من خلال Outlook ده الإيميل بتاع حضرتك الإيميل بتاع حضرتك هتلاقي فيه جميع الإيميلز جميع التواصل من إدارة الكلية مع حضرتك وكمان هتلاقي فيه الإي بوك مبعوط لحضرتك أتمنى السيشب بتاعت النهاردة تكون informative تكون واضحة وبأكد مرة تانية يا جماعة من فضلكم حافظ على سرية الباسورد بتاع الأكاونت بتاعك الأكاونت بتاعك ما ينفعش البيانات بتاعتك تبقى مكشوفة لطالب تاني حافظ على سرية الباسورد ما تديش الباسورد بتاعت حضرتك علشان ما يحصلش أي مشاكل من أي نوع اللي حضرتك هتبقى الوحيد اللي هتتتبع المشاكل دي وهتتحمل المشاكل دي إذا حصلت لا قدر الله شكرا جزيلا لحضراتكم وبالتوفيق إن شاء الله في الدراسات بتاعتكم شكرا جزيلا